معلومات أراد بها المغرضون زعزعة أطمئنان سكنة المحافظة وردا على أساليبهم الملتوية شرعت القيادات الأمنية بعملية استباقية شملت محاور أمنية متعددة باشتراك طيران الجيش العراقي صحراء كربلاء المقدسة مؤمنة بالكامل مؤمنة بالكامل بها جيش وبها شرطة وبها حشد شعبي وفيها طيران جيش قوة جوية والدليل على ذلك هست صحراء كربلاء بالعشرات العوائل عشرات الرعاة الصيادين يتجولون في صحراء كربلاء مؤمنة بالكامل مؤمنة 100% وكذلك صحراء النجف مؤمنة بالكامل لنعلم صحراء النجف ضمن قاطع مسجد كربلاء المقدس قائد الشرطة أكد أن كل المعلومات تأخذ على جوانبها الأمنية لتحليلها وتدخل عمليات للسيطرة على الوضع بصورة عامة وفق ملاحقة استخبارية ودعم وإسناد من قيادات أمنية استعدادا لاستقبال الزيارات والوفود في بداية شهر شعبان المقبل نحن نتعامل مع كل المعلومات الاستخبارية التي تجينا على واقع الأرض ونضع خطة لتفتيش المنطقة أو على ضوء المعلومات الاستخبارية الموجودة أو التي تجينا لأقسامنا ووحداتنا إن شاء الله نطلب كل أهالي كربلاء المقدسة وكل من يأتي إلى هذه المدينة المقدسة نقولهم أهلا وسهلا بكم عمليات استباقية وفق معلومات استخباراتية لملاحقة المطلوبين في صحراء كربلاء لتأمينها برفقة جميع قواتنا الأمنية من كربلاء جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر